إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تجري في البحر بما ينفع الناس وما أوزل الله من السماء مما إلا فأحيا به الأرض معد موتها وبذ فيها من كل دابة وتشري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعكلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأبوا العذاب ورأبوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أجه الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطشبا ولا تتبعوا حلالا وطشبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدد مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنسل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمم بهم عمي فهم لا يعقلون يا أشها الذين آمنوا كلهم من طشبات ما رزقناكم ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إشجاه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما ندتر غير باق ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أوزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ترجمة نانسي قنقر